إلى لبنان وأهالي الشهداء في لبنان كانوا ينتظرون لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار لتتسنى لهم الفرصة لتشييع شهدائهم أو الصلاة عليهم أو حتى البكاء أسطى الركام وأثار الدمار خرج أهالي بلدة النباطية جنوب لبنان في مسيرة ليلية حاملين شموعاً وصوراً للشهداء الذين ارتقوا من قصف العدوان الإسرائيلي هذه المسيرة كانت في سوق التجاري للنبطية هذا السوق المدمر بفعل طبعاً القصف الإسرائيلي تداول هذه الصور والفيديوهات هنا نوال تقول نظم أهالي مدينة النبطية مسيرة شموع في السوق التجاري المدمر تحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي وأيضاً نتابع زينب ماذا قالت مسيرة شموع للتلميذ الشهيد محمود عالي عامر انطلقت من مدرسة الإنجلي في النباطية إلى مكان المنزل المستهدف في النباطية حيث تم بالأمس أيضاً إضاءة شموع لهذا الطفل يعني هذا الطفل بين عدد كبير من الأطفال الذين فقدوا خلال الحرب واستشهدوا أيضاً ونتابع رنى نجار ماذا قالت غصة تخطف فرحة العائدين إلى مناطقهم وبيوتهم بعد خسارات بالأرواح والبيوت البقاع بعلبك النباطي صور بنت جبال عيدة الشعب الضحية الجنوبية لبيروت لبنان ترجمة نانسي قنقر